طب انا عارفة الجوهرة طبعا يعني احمد از ومصانعه فعلا عامل اهم مصانع سيراميك في مصر وبتصدر لكن مصنع البرسولان ده بالنسبة لي فاتحي محمود طبعا هو نحات عظيم وتلميز نحات الكبير مختار وهو ده اللي عامل تمثال طلعة حرب تمثال عروس البحر في الاسكندرية واعمال نحتية مهمة جدا ده ابنه صحيح ده اللي كان بالنسبة لي مفاجأة جدا هو مصنع في العمرية في اسكندرية والارقام اللي شفت الارقام اللي كان بيقولها بيصدروا لكم بلد وبيطلعوا كم قطعة في اليوم وكان في حكمان ليه حاجة ليه علاقة بالروبوتس بتاعت المصنع ان هم عندهم اكبر عدد في الشرق الاوسط في المصنع ده وكان عندهم قصة حلو قوي ان في سنة مش فاكر بزبط كانت سنة كام كان الطبق الصيني ما هو الفكرة ان هو دايما نحن سامينه الصيني اصلا الصيني اه فحتى لما سألته قال لي كان في وقت من الاوقات كان الصين الحكومة بتدعم بتدعم الطبق الصيني ده وبتخليه يجي الاسواق المصرية بقى أقل من تكلفته بكتير يعني المصنع هناك يصنعه يتكلف مثلا عشر قروش فالحكومة تدفع له اتنين تدعمه باتنين وهو يجي بيبقى كأنه دفع في اتنين القصد الثمانية كأنه هو مكلفه اتنين ويجي هنا يبيعه بتلاتة اللي هو تكلفته عشرة فكان هما تقريبا بيقفلوا لأنه مش قادر يبقى مش قادر ينافس فبدأ يعمله زي تظلم وبدأ ان البلد تسعي اه بالضبط ايوه ايوه رسوم اغراق نعمل ايوه نعمل رسوم اغراق عشان الدول بتدعم منتجتها وإحنا عايشين نحمس نايفنا بالضبط علشان تنفسني يعني بيعه بتمنه الحقيقي يعني أنا معديش مشكلة انك انت تنفسني بس ما نفعش البلد تدفع لك تمنه وانت تيجي هنا علشان تخليه نقفل وبعدين تضحك على الناس وبعدين تبيعهم انت بعشرين داود كده شرح نظرية اقتصادية مهمة جدا ازاي الدول بتدعم دول بتدعم صناعتها ودول اخرى بتحمي صناعتنا برسوم اغراق فهو شرحها بشكل بسيط كده جدا انا مستش فاهم بقى دي اكيد دي حاجة تانية مش هندسة ده اقتصاد ده اقتصاد دبعنا ده ده مش بتاعي ده بقى لما عملوا كده لما عملوا كده هو كان خلاص بيقفل لانه مش قادر ينافس هو بيكلف الحاجة يعني ومش قادر ينافس خالص لما كسب الموضوع ده وحصل رجعوا تاني الارقام دي دول 80 سنة خلال وقال لي كلمة قال لي انا مش انا عندي تارجت ان انا هصدر للصين يا سلايا اختارق هذه الاسواق بالزبط لان انا عارف انا منتجي عمل ازاي وانا بصدر ل 97 دولة وانا عارف ان انا هصدر للصين